السلام عليكم يخوان جميعا كيف حالكم عساكم بخير رجعت لكم اليوم من جديد واليوم يخوان بهذا الفيديو في عنا عصة اسبن اللي هي مطاردة الفضاء او مطارد الفضاء هيا العصة فعلا انيقة وجميلة جدا تمكيس العصة صار باكثر من موضوع يخوان رح اتكلم بضمن هذا الفيديو وكمان صار موضوعين رح اتكلمهم كمان ضمن هذا الفيديو اتبانى منكم اللايك والموم تابعنا يخوان بالله عليكم يتابعنا حتى نقدر نستمر ونزل لكم فيديوهات بالايام المقبلة مثل ما انتم شايفين عندي من فوق 268 بطاقة تمام او ترقية الهاية العصة فالعصة اخوان تقدر تمكسها انت عن موضوعين الموضوع الاول عن طريق القولدن اسبن هذا الشراء واذا ما كان عندك عن طريق اسبن العادي اوكي اا عن طريق هذا القولدن اسبن احتمال انت بتضل اا تضغط على قرص اسبن هذا بطول ما بيعطيك بتقول ليش ما بيعطيني تمام انا صارت معي هاي الحادثة امس طبعا اا كيف صارت بظل بضغط على القرص عشرين او ثلاثين مرة ما بيعطيني نهائين تمام فقلت بدي اخرج من اللعبة شوفوا انا هسا اكثر من مرة اظل القرص هاي ما بيعطيني فقلت خليني اخرج وارجأ ادخل فانتبهت على مكان ما كنت من تبهله فقلت يالله طانيش يجوز موضوع جديد او شي فبعد شوي جد ضغطت على هذا المكان وليقيت الصناديق اللي ما بيطلع لي وقت يطول عندي القرص هذا ما بيعطيني بلاق الصناديق حاطي لي اهم بالقسم الثاني تمام فانت صديقي الكريم اذا طول معاك القولدن سبن هذا او سبن العادي هذا ما عطاك طول معاك كثير ايش تساوي كل معاك تساوي شغلة بسيطة جدا وتجربها لربما انها كمان بتصير معاك واذا مثلا ما صارت فالامور طيب اوكي هاي اللعبة شايفين اللعبة تخرجون خالص بعدين تدخل من جد وجديد تخرج اذا طولت معاك اكثر من عشرين مرة وما انطتك تمام تنطيها رجوع بعدين تدخل شايف الرسائل الرسائل تحت الكلان او بجنب الافتار تلقي هنا مكتوب رقم واحد كل ما عليك بس تضغط عليه بتلاقي الصناديق حاطي لك يا هنهين انا امس اكثر من عشر صناديق خطل من هذا المكان لانه طولت معاك كل عشرين دورة ما بتعطيني شيء فاتبهت على رقم واحد يضغط عليه والا لقيتها موجودة بهذا المكان تمام طبعا اخوانا العصة ميتين وثمانية وستين العصة تمكست على قسمين تمام خذينا اوشي نبدأ نمكس بها واني اتكلمت لكم طبعا هي لسات الف الواحد خذنا نبدأ بتطويرتها هاي العصة طبعا بكل تطويره يا اخوان بتعطينا خمسة وسبعين نقطة للكيوباور مجموع النقاط هذولا الف واربعمية وخمسة وعشرين نقطة تمام مجموع نقاط الكيوباور اللي تحصل من هاي العصة الف واربعمية وخمسة وعشرين السبنة العادي يلزمك ان السبنة العادي تقريبا من ستمية وخمسين الى سبعمية قرص يعني دورة يعني تقريبا حولها سبعمية مرة بدك تفتح انت انا تقريبا شي سبعمية تقريبا ستمية وخمسين الى سبعمية فتحت ووصلتها مكس عن طريق السبنة العادي مش الشراء الشراء يجوز اذا شفته امس ما كان عندي شي ستة او سبعة ما عطني بس اثنين يعني ستعاش نقطة لا اكثر ولا اقل تمام فالعصة هاي اخوان صار تمكيسها عند بعض من الناس او بعض من الحسابات امس صديقي مكس هاي العصة اطلعت معاه ميتين واربعة وستين نقطة وصارت معاه لفل مكس انا بحسابه اليوم يختلف الوضع صارت ميتين واثنين وسبعين هسا راح تشوفون مثل ما شوفتكم توو ميتين وثمانين وستين باولها وهسا بعد شوي راح تشوفون بدها النوب كمان دورة اخرى تمام خليكم معانا ولا نستمر لنشوف تطويرت هاي العصة وصلت العصة يا اخوان معانا الى لفل ثمانية بعدين ناخد الترقية الاخرى الهاية العصة بعدين صارت معانا لفل تسعة حلو جميل جدا مع نقاط الكيوباور يعني حلوات وانيقات بالنسبة لتطوير حسابك عشان حسابك انت يعني ترفع بينه الاطار من خلال هذول عصات وبالنسبة للجولدن اسبن او اسبن العادي احنا ما بنستخدمه يعني يجوز من الحسابات يجوز في نسبة ثمانين بالمية من العالم ما بيستخدمونه نهائيا لانو يكون في عندهم كونز تمام فهاي فرصتك الوحيدة صديقي الكريم يعني هاي بدك السبعمية تقريبا بدك من ساعتين ونص الى ثلاث ساعات اتعب لك شوي بتحصل على عصا ماكس وكمان بتحصل على نقاط ويصير بضعك اللوز اللوز وان شاء الله اموركم اضل اللوز اللوز يا اخوان على طول طبعا ان شاء الله بالأيام المقبل الفيديوهات مثل هاي رح اطلع لكم ضمنها نظام فيسكم ولكن في عندي شوية تزليقات وتحضيرات لانو احاول اطور الامور افضل وافضل عشان المحتوي يصير اكبر اتمنى من المتابعة واللايكات والشيرات اخوان لا تنسونا من هذا الموضوع وان شاء الله الامور الجاية تكون احسن احسن تمام تمام هنا وصلت عندنا لفل 14 وهي التركية الاخرى صارت عندنا لفل 15 العصا صار وضعها اللوز اللوز يعني معتقد جميل هنا 15 ظلن عندنا ثلاث ترقيات للعصة هاي راح الترقية ظلن عندنا ثلاثة تطويرة تمام ناخد التطويرة هاي بعدين التطويرة الاخرى اللي هي القبلة الاخيرة الحلوة بهاي العصة انو اكت تطورها ما بتصرف معك كونز مهائيا صفر كونز اوكي هنا اجيت بدي اطورها التطويرة الاخرى والا ظل بدي اثنين معنات المجموع ميتان وسبعين او ميتان واثنين وسبعين تقريبا بدك يعني ميتان وسبعين او ميتان واثنين وسبعين بطاق طبعا شحن العصة 500 كونز فبدي ارجع من جديد عشان اخد اه ترقية اخرى عن طريق اسبن العادي خلينا نشوف يعطينا يا راسنا ولا بيطول علينا اوكي راح نجرب اداء العصة يا اخوان ان شاء الله راح نجرب اداء العصة ونشوف اداءها يعني اوكي هاي اول دورة اعطاني 150 كونز دمعة 600 ضرب اربعة طيب مرة اخرى بل كده كمان بيعطينا كمان مية وخمسين ضرب اربعة 600 كونز حلوة تنعبين على فني سدل يلا يلا كمان وارجع النوبة على المية وخمسين كمان مرة اخرى طيب خلينا نجرب اخر مرة بل كده تصوط ما بدنا بس واحدة بس واحدة بس واحدة 500 او 2000 مجموعة والله يا الله تعضى الكبس بتتعب يعني بس ولكن اجباري 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 بدك تتعب لك شوي عشان تحصل بهاي الحياة لا يمكن تحصل على شيء بدون تعب شيء اسمه يجيك مجاني بدون تعب لا يمكن اجت اجت هاي اربعة قطعة خالصين وهنا العصة مثل ما انتو شايفينها صارت على اللفل المكس اذا بحسابي ميتين واثنين وسبعين ما عرف انتو كتبوا لي بالتعليقات نفس الاشي عندكم ولا غير اتمنى تفيدوني بالتعليقات والله يسعد لي اوقاتكم جميعا خلينا ناخذ اخر تطويره لي العصة دا تصير معانا لفل ماكس وهي العصة لعيون كل شخص يشاهد لي وين ما كان وين ما يكون اوكي اخوان هاي العصة لفل ماكس لعيون كل شخص وين ما كان وين ما يكون والله يسعد لي اوقاتكم جميعا اتمنى الجميع يحصل على هاي العصة يا اخوان فعلا هاي فرصة اسطورية يلي يمتلكون اسبن العادي تمام يعني اعتقد فرصة نادرة يعني بحياتها ما نزلت بهذا الوضع يعني اوكي طبعا امس اسبن يا اخوان العادي ترى كل دورة والثانية كان يعطيني صندوق ولكن تعرفون اليوم يجوز غير لانه تمكست يجوز على العصة خلنا نجرب اداء هاي العصة طيب خلينا نشوف بلكية الكسرة تكون معانا مبدئيا اذا كانت الكسرة معانا لنشوف العصة ممتاز هاي العصة هاي العصة اخوان اش رأيكم بيها تعرفون لو النقاط هذول اللي حطينها فيها النقاط اللي جايات نفس لون الانارة لو انهن ينطن انارة لتطلع اسطورية طيب خلينا نكسر ونقول بسم الله اللي اخوان قيمنا هذا يحتاج الكرات الكبيرة ولا الكرات الصغيرة والله اعتقد الكرات الكبيرة احسن من الكرات الصغيرة لانه اللي بلاك مسكر عنده طابت اه خطيب خلينا نجيب طابت ال اه اطنعش بنت تحت نقول يا رب خصم اوه والله قلت الخصم راح اوه ليه هدي هدي مع الليم ركز طيب هاي طابت ال 13 نرجع خصمنا كمان عشان نجيب ال 14 وال 11 نخلي طابت ال اه التسعة اخر شي نجيب ال 14 ونقدم السبن لقدام عشان يروح الخصم اللي هي الكرة البيضة وطرد ترجع مشان نجيب ال 11 نضرب طابت ال 11 بدون ما نحرك اسبن لازم نتصف تحت التسعة ما شاء الله والله اداء اسطوري والله اداء اسطوري وكنه قوينا شوي هاي كيف بدنا نجيبها ما نتصير الا بنت طيب خلنا نجيبها بنت تحت عشان نقدر نصف للا بلاك اجباري بدنا اسبن الاخر شي ضربة خفيفة ممتاز على بلاك نجيبه نصف تحت ونقول له باي باي حبيبي اتمنى هذا الفيديو البسيط اخوان يكون ينال اعجابكم اتمنى الشي اللي نقدمه للكم تكونون مبسوطين عنه اذا كنتوا مبسوطين او حسيتوا في شي اتمنى تكتبوا لي بالتعليقات حتى نحسن امورنا بالايام المقبلة تمام اخوان كان معكم اخوكم ابو فيصل اتمنى لكم وقات سعيدة الله يسعدكم يسعد احباكم وين ما كنتوا وينما تكونون اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك اوكي اخوان تحياتي اليكم اترككم بامان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته